أعلنت مصلحة دولة الصينية للإحصال يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك في أبريل الماضي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوية وذلك تأثر بشكل رئيسي من الانخفاض الحد لأسعار الخضر والتأتزجاء أما مؤشر أسعار المنتجين فانخفض بنسبة 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وارتفع بواقع 0.7% مقارنة مع ما كان عليه في مارس الماضي المزيد من التفاصيل في التقرير التالي تغيرت أسعار الخضروات أكثر من بقية المواد الغذائية في أبريل الماضي ووفقا للإحصاءات على أساس شهري انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.5% مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.43% على أساس شهري ومن جهة الأساس السنوي تجاوزت أسعار منتجات اللحوم والخضروات الطازجة كثيرا ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي هذا وأشار محللون إلى أن الخضروات الطازجة استقبلت ذروة موسم العرض لها وأصبح تأثيرها محدودا على أسعار السلع الأساسية في وقت لاحق لذا من المهم إيلاء الاهتمام لتأثير أسعار المواد غير الغذائية على أسعار السلع الأساسية الجدير بالذكر أن أسعار الخدمات الطبية والتدبير المنزلي والتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة واستئجار العقارات ارتفعت بشكل كبير في أبريل الماضي لاحظنا أن أسعار بعض الخدمات وأسعار استئجار العقارات ارتفعت قليلا في الأونات الأخيرة وذلك يعود كثيرا إلى العوامل الموسمية قد يسبب مؤشر أسعار المستهركين مستقيرا في يونيو ويوليو المقبلين حيث أعتقد أن تقيرات في الأسعار هي تقيرات دورية أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين فقد تراجع مدى انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 0.9% مقارنة مع مارس الماضي وتوسع مدى ارتفاعه على أساس شهري ب0.2 مئويتين يذكر أن الارتفاع المستمر لأسعار التنقيب عن النفط والغاز وصهر المعادن الحديدية هو السبب الرئيسي لانتعاش مؤشر أسعار المنتجين هذا وقال المحللون إنه رغم أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ساعد على انتعاش مؤشر أسعار المنتجين إلا أن الطلب المحلي لا يزال غير كاف وما زالت عملية تخفيض المخزون وتخفيض قدرة الإنتاج المفرطة مستمرة حاليا لذلك يواجه مؤشر أسعار المنتجين اتجاها غامضا في المستقبل